إذن ينضم إلينا من القاهرة رئيس الوزراء الليبي السابق سيد علي زدان مساء الخير سيد علي وشكرا لقبول دعوة سكا نيوز عربية ودنا سألك بداية عن السبب في هذا التدهور الملحوظ والسريع للوضع الأمني في ليبيا ليس في العاصمة فقط ولكن في العاصمة وفي الشرق في بنغازي المدينة الرئيسية الأخرى يا سيدي أولا مساء الخير لك وأعزي أهلنا جميعا في ليبيا في هؤلاء الضحايا الذين قتلوا بلا ذنب في هذه الحرب التي لن يخرج منها أحد إلا خاسرا وأؤكد على أن هذه الحرب أمر متوقع لقد نبهت مرارا عديدا وأنا في الحكومة أن هناك من يريد أن يعيد ليبيا إلى المربع الأول إلى يوم الخامس عشر من فبراير في بنغازي وإلى يوم عشرين أغسطس في طرابلس حتى يتم اقتسام البلاد أو السيطرة على ما يستطيعون من البلاد بكيفية مطلقة لكي أصبحت البلاد غنيمة للاختسام هذا الأمر الذي والسبب هو هناك مجموعات محددة من البداية أصرت على أن لا تقوم الدولة بدأوا في منع استعادة جهاز الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى قسموا المجتمع إلى فئتين فئة مناصر النظام السابق وفئة ثوار أطهار لا يأتيهم الحق الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم وأصبحت البلاد في هذه الوضعية السيئة التي لم تساعد أحد على أن يخرج بها من هذا المأزق هناك من يريد أن يدفع بالبلاد إلى آتون الاحتراب والاقتتال إذا لم يكن هو في مقدمة السلطة أو على رأس السلطة في البلاد ما مصلحت هؤلاء سيد علي زيدان؟ ما مصلحتهم في إفشال الدولة وتقسيم البلاد؟ أليست مثلا دولة قوية مستقرة مظهرة اقتصاديا وسياسيا؟ أليست في مصلحة الجميع؟ الليبيين كلهم؟ يا سيدي نحن عندنا خطين الخط الذي بدأ سنة 1928 بتشكيل جماعة الإخوان المسلمين والذي أربك المشهد السياسي العربي من ذلك التاريخ حتى اليوم مرورا بمقتل النقراشي ومرورا بعهد عبد الناصر وعهد السادات وكافة العهود التي شهدت مخاض وتجادم سياسي عنيف في مصر وخارجها وفي معظم البلدان العربية والنفس الذي خرج من حرب أفغانستان وما تلاها من حروب في الصومال واليمن أنت جفئة من الشباب شبعوا بأفكار وغسلت أدمغتهم وأصبحوا يفكرون بأفكار متطرفة عمياء لا تريد إلا لا تنظر إلا للحياة إما أبيض أو أسود ويرون الإسلام برؤياهم ودخلوا معظم أقطار البلدان العربية بهذا الفكر وأعملوا الاغتيال والتفجير والقتل وتصفية الخصوم تصفية كاملة من أجل أن يصلوا إلى ما يريدنا أن يصلوا إليه هذه الوضعية أوجدت هذا الجو المأساوي العنيف الذي طبع الكثير من البلدان العربية والذي نعاني منه اليوم في ليبيا كون ليبيا فتحت على أبوابها بعد ما حدثت تشخيصك سيد علي زيدان لمشكلة ليبيا أساسا هي في الفكرة الدين المتطرف هل هذا هو التشخيص السليم بالنسبة لك لوضع ليبيا حاليا نعم فكرة الدين المتطرف مدعوم بجماهير من المستغفلين الذين يعتقدون أن في قضية الثورة في ليبيا جاءت للإصلاح لإصلاح الدولة لإيجاد دولة قانون للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان لإيجاد العدل بين الناس لم تأتي لهذا الأمر والثورة عندما جاءت لم تأتي لتصفية الحسابات مع من كانوا يعملون مع النظام السابق في ليبيا فليبيا أصبح فيها استقطاب شديد أدى إلى أن المجتمع أصبح فيه توتر لم يستطع أحد إيقافة وهناك من يذكيه من حين لآخر من أجل توتير الموقف نحن الآن في ليبيا إذا لم يقبل الليبيون كل الليبيين مع بعضهم من كانوا مع نظام القدافي ومن تبنوا مشروع 17 فبراير وصاروا فيه إذا لم نتبنى الجميع وإذا لم نحاول أن نجد موقع للجميع في الوطن لن يكون لنا أي مستقبل آمن في هذه البلاد ولكن أليس من السليم أيضا سيد علي زيدان عفوا أليس من السليم أيضا القول بأن الوضع الذي تجد ليبيا فيه نفسها حاليا هو نتيجة 40 سنة من الحكم المتسلط طبعا حكم القدافي الذي أفسد كل شيء على رأسها السياسة بكل تأكيد هو مش أفسد كل شيء هو غيب السياسة مسح السياسة الليبيين الآن لا يعرفون ما هي السياسة ولا يوجد يعني مع بعض الاستثناءات لا يوجد ساسة في ليبيا الآن يديرون على المشهد وهذه الإشكالية التي واجهتنا أن تتعامل مع ناس في الغالب الأعم ليس لهم إلمان بمقتضيات إدارة الشأن السياسي في البلاد وتتعامل معهم من أجل أن تقوم دولة في موقع مثل موقع ليبيا تحتاج فيها تحديات كثيرة حولها أطماع تمثل بعد استراتيجي للمجموعة الدولية تحتاج لإدارة من طراز خاص وبقدرات سياسية فائقة هذا الأمر لم يتحقق لأن هذا الجو المحموم الذي أوجد بعد نهاية نظام القدافي والوضعية التي ترك فيها ليبيا نظام القدافي جعلت الوضع في ليبيا بهذه الصعوبة ولكن ليس الحل في أن نلعن الظلام أو نلعن الماضي الحل في أن نستثمر هذا الماضي ونحاول أن نصلحه وأنا أقصد هنا أن فئة من الشعب الليبي تمثل ماله على الأقل أربعين أو خمسة أربعين في المئة الآن أصبحت مبعدة ومقصاة وهناك فئة من الشعب الليبي تعتقد نفسها أنها هي لها الحق المطلق في الوطن وفي إدارته وفي الاستبتاع بثرواته والآخرين ليس لهم هذا الحق وهذا الأمر أدى إلى كارثة الأمر الآخر الشعب الليبي مسلم مئة بالمئة ومالكي في غالبه باستثناء عدد قليل من أتباع المذهب الإباضي قضية الإسلام ليست مشكلة عندنا أن يأتي أحد يأتي بإسلام معين إما أن تتبع ما أنا أقوم به أو ما أراه أو يقطع راسك أو تقتل أو ينسف قبل يومين أحد الناشطات الليبيات في بنغازي دخلوا إلى بيتها فلم يجدوها فوجدوا أخها فقتلوه يعني المسألة مسألة ثأر وانتقام يعني هذه المجموعة تعرضت لسجن وقمع في عهد القذافي الآن يريدون أن ينتقمون من جميع قوات الأمن إذن الآن تحدثنا عن سببين يعني يقفان وراء الوضع الحالي ليبيا هما الاثنان داخليان التطرف الديني ومن جهة أخرى الوضع الذي نتج عن الحكم المتصلط القذافي لأكثر من أربعين سنة ولكن هناك من يشير أيضا إلى أياد خارجية تتلاعب بالوضع الليبي في الداخل باعتبار أن ليبيا دولة غنية دولة استراتيجية يفترض أنها دولة قوية بسبب كل ما تمتلكه من مؤهلات هناك من يريد خارجيا أن لا يرى ليبيا دولة قوية ليس كذلك هل هذا صحيح؟ نعم 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 هناك أطراف خارجية وقد تكلمت مع هذه الأطراف وأنا في الحكومة وراء الأبواب وطلبنا أن يتم التعامل مع الحكومة ولا يتم التعامل مع أطراف مسلحة ونأمل أن هذا الأمر يتم التقيد به وإلا الآن أنت تعرف في بنغازي أمس خرجوا الناس في الشوارع ليطاردوا أنصار الشريعة وطردوهم من المستشفى ولاحقوهم في الشوارع وطردوهم في الشوارع وأخذوا منهم أسلحتهم المدنيون وغدا ستكون مظاهرة كبرى في بنغازي الشعب الليبي سيواجه هذا الأمر القبائل الليبية التي أفنى الإيطاليون المستعمر الإيطالي أكثر من ثلثها الآن متأهبة ومستعدة لمواجهة هذا التيار الذي يريد أن يختطف ليبيا وأن يوجد فيها إسلام لا نعرفه من قبل إسلام غريب ليس له وجود لا في السلف ولا في الحاضر هؤلاء الناس سيواجهون من الشعب الليبي من القبائل من كافة فئات الشعب الليبي الطبيعية وكما حدث في بنغازي وحدث في طرابلس سيحدث في مختلف أرجاء ليبيا من أجل قضاء على هذا التيار العنفي أود أن أسألك عن طبعا الأحداث متسارعة في ليبيا ليس في العاصمة فقط في عدد من المناطق إن سألتك بالتحديد عن العاصمة بلآن لماذا كلها يبدو أن الاقتتال أساسا على المطار بين جهات مختلفة لماذا كل هذا الاقتتال والتنحر بين هذه الميليشيات على المطار بالتحديد يا سيدي المطار فيه مطار طرابلس وفيه مطار الملاحة أو اللي يسموه الآن معيتيقة هذين المطارين صالحين للاستعمال وبالإمكان استعمال المطار الآخر المسألة ليست المطار المسألة صراع على نفوذ ومغالبة من أطراف مختلفة تبناها المؤتمر الوطني العام من البداية وأيدها وأيد رئيس المؤتمر ومن معه من مجموعة المتطرفين وحاولوا أن يستغلوا أطراف أخرى في هذا الموضوع المسألة هذه لن تؤدي إلى نتيجة ستؤدي إلى نتيجة سلبية بكل تأكيد وستزيد من الاستقطاب وسيستمر هذا الاستقطاب لعشرات السنوات نحن نتكلم عن مصالحة وطنية ونتكلم عن حوار وطني ونتكلم على أن نخرج من المأزق الذي وضعنا فيه القدافي فوجدنا أنفسنا أو بعض الناس وضعونا في وضعية خلتنا نرسخ القطيعة ونرسخ التباغض ونرسخ الاحتراب بين مختلف فئات الشعب وهذا الأمر الذي الآن تم بفعل ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين ليس من السهل تفكيكه وللأسف الشديد أن الفئات السياسية كلها تنظر إلى الآن كيف نشكل الحكومة وكيف نكون حكومة طواري ولقاءات تتم في مختلف عواصم العالم من أجل أن تكلف بحكومة أو تشكل حكومة لصالح الطرف الفلاني وحكومة لصالح الطرف الآخر وقضية الوطن مسألة منسية ومتروكة عندما كنا في الحكومة حاولنا أن نتبنى الخط الوطني المحايد عن كل الأطراف فجميع الأطراف تجاذبت هذا الموقف ووضعتنا في موضع أنا قبل لا أخرج من ليبيا بشهرين قلت أن الفئات الموجودة في المؤتمر الوطني العام كتلة الوفاء لدم الشهداء ومجموعة الإخوة المسلمين ومن معهم يريدون بإسقاط الحكومة إرجاع البلاد للمشهد الأول نحن مرينا بعقبات بصعوبات كثيرة من قبل شبيهة بهذه وفكتناها في بدايتها مثلا حادثة غرور حادثة صلاح الدين حادثة المعركة بين ورشفان وبين جماعة طرابلس كل هذه الحوادث تم تفكيكها مبكرا لأن كان موجود من يعامل هذه الأمور بصبر وتؤدى ولين وهدوء ومحاورة الأطراف بلغتها نعم بالحديث عن سبل حل هذه الأزمة البرلمان الليبي يعمل على عقد جلسة طارئة قبل الجلسة الافتتاحية جلسة طارئة في مدينة طبرق شرقا أود أن نسألك أولا لماذا هذا البرلمان لا يؤقت في العاصمة ولكن في طبرق شرقا أولا نحن الآن العاصمة لم تعد مكانا صالحا لطرابلس أقصد لم تكن مكانا صالحا لقامة أي مصلحة حكومية أو أي مؤسسة خلال الثلاث سنوات الماضية المؤسسات الدولة كانت موجودة وأصبحت تتقادفها الميليشيات العسكرية بمدافعها وقنابلها كما تتقادف اللاعبون الكرة ولم تستطع أي وزارة ولا أي مؤسسة سواء في الحكومة الماضية أو الحكومة التي قبلها أن تستمر يوما واحدا دون اقتحام ودون قصف بمدفعية أو برشاش الآن ينبغي فعلا أن مؤسسات الدولة أن تخرج من طرابلس رفقا بأهل طرابلس أهل طرابلس الآن يعانون الأمرين طرابلس أصبح مسكين في حالة فزع وخوف ورعب طرابلس الآن رغيف الخبس أصبح فيها عملة نادرة طرابلس أصبح لتر البنزينة وصلت فيها إلى أضعاف مضاعفة الأدوية كافة المواد الأساسية التي يحتاجها البشر أصبحت نادرة هل تبرق توفر ما هو غير متوفر في طرابلس؟ لا توفر الأمن أنت تريد أن يجتمع النواب في مكان آمن في مكان لا يكون عليهم في ضغوط في مكان يوفر لهم الحرية نحن الأمر هذا يعني مشروع عام نحن من السياسات التي اعتمدت حديثا في ليبيا هي القضاء على المركزية أو تخفيف المركزية إلى أبعد حد منكم بحيث تتوزع مؤسسات الدولة خصوصا في وقت الاتصالات والتواصل السريع بين مختلف الأماكن أن توزع مؤسسات الدولة على مختلف مناطق البلاد بما يكفل أدائها لمهامها وبما يضمن لها السلامة والأمن وقد حاول النظام السابق هذا الأمر لأسباب أخرى أن وضع المؤسسات في سيرت أو وضعها في الجفرة ونقل بعض الأماكن لأن طرابلس أولا في منطقة تقع في أطراف ليبيا تبعد عن حدود التونسية حوالي 180 كم وتحتاج العاصمة أن تكون في مكان مركزي في مكان متوسط في مكان تأتي إليه كل الناس وتحتاج العاصمة أن تكون مؤمنة وكأنك تشير سيد علي إلى أنه يجب تغيير العاصمة الآن في ليبيا إلى منطقة أخرى في الوسط نعم 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 لا بد أن تخلص من هذا الأمر أهالي طرابلس الآن فعلا يعانون يعانون معانا غير عادية يعني كونها عاصمة أصبح ذلك عبا على سكانها يعني إحنا تبقى عاصمة اقتصادية تبقى عاصمة تجارية تبقى عاصمة سياحية تبقى عاصمة علمية يعني مثل كازابلانكا الآن مثل الدار البيضة في المغرب هي عاصمة ولكن تجد الآن بيرن في سويسرا تجد أدنبرا تجد عاصمة كندا نفس الشيء يعني المسألة مشمع يعني المقصود أن يكون الثقل السياسي في مدينة أخرى الإدارية يعني عاصمة إدارية يعني ليست تقل السياسي إحنا ما عندنا سياسة في بلداننا يا سيدي عاصمة إدارية تتوفر فيها الوزارات وإدارات الخدمات تكون في مأمن وتوفر للموظفين وللعاملين فيها سكن واستقرار بحيث يأدوا دورهم على أكمل وجه ولا تكون مكان متار تنازع بين فئات مختلفة يعني الاجتماع في طبرق طبرق هذه اختارها الملك دريس رحمه الله بأن تكون هي مقرا لها وفيها قصر السلام قصر دار السلام ومكت فيها الملك من سنة 54 حتى قام الاخلاب سيد علي انتحدثنا الآن عن البرلمان الليبي الحالي هل تستبشر خيرا بهذا البرلمان هل يعول الليبيون عليه شيئا ما بكل تأكيد وهذا متعلق إذا أعضاء البرلمان لم يرتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكب المؤتمر الوطني العام أولا أعضاء البرلمان ينبغي أن لا يمارس صلاحيات سياسية ولا تنفيذية ينبغي أن يشكل حكومة وينتخب رئيس دولة يعني ينتخب رئيس دولة من خلال الشعب ويترك أمر السياسة والإدارة والعمل التنفيذي إلى الرئيس وإلى الحكومة والرئيس ينبغي أن تكون صلاحيات محدودة جدا جدا قليلة أن يكون ضامن بين السلطات ومنسق بين السلطات ويعني ضابط للإقاع في الدولة إذا قامت الحكومة الحكومة ينبغي أن تكون مسنودة من هذا البرلمان ومدعومة دعم كامل وأن يهيئ لها إمكانية الانطلاق المجتمع الدولي إذا رأى هذه الحكومة قائمة وهذا البرلمان والرئيس ومكونات الدولة تكونت بالتالي سيعترف بهذه المكونات كجسم شرعي معتمد من الشعب الليبي خاصة وأن الانتخابات تمت بكيفية جيدة لا غبار عليها ولا مطعم فيها بما أنك أشرت إلى المجتمع الدولي سيد علي الزيدان هل أنت من المؤيدين لمن يطرحون فكرة ضرورة تدخل دولي ربما أممي مباشر في ليبيا حاليا لإنقاذها مما وصلت إليه الآن الآن ليبيا محتاجة طبعا لهذا الأمر أنا هذا الأمر فكرت فيه من شهر ثلاثة وفي ذلك الوقت المزايدون يعني أنتقدوني كثيرا لأن المشهد أنا أقراها قراءة جيدة لكن هذا الأمر ينبغي أن يتم من خلال سلطة شرعية وراءها صندوق الاقتراع وهي رئيس ورئيس حكومة ورئيس وزراء وبرلمان يتضامنان في هذا الأمر ويقررانه ويوفران له الشروط اللازمة بحيث تم تفاوض حول هذا الموضوع ويوضع على أسس تضمن المصلحة الليبية ما هي طبيعة وشكل هذا التدخل في تصورك أنت؟ أنا في تصوري هذا التدخل ينبغي تدخل للخطوة الأولى هي نزع السلاح من كافة الكتائب المسلحة سواء مدن سواء قبائل سواء مجموعات إسلامية ينبغي أن يتم التعامل معها بقوة من أجل نزح هذه الأسلحة ولو أدى ذلك الأمر إلى قصف مخازن السلاح وأماكن تواجدها بالجو لأن العبث بمصير الشعب ومصير الأمة بهذه الكيفية أن الإنسان يمتلك سلاح من أجل النهب ومن أجل الاغتصاب ومن أجل الاعتداء على الحرمات ومن أجل الاعتداء على حقوق الناس وترويع الأبرياء وترويع الناس هذا أمر ينبغي أن يكون مرفوض مطلقا إذن أولا نزع سلاح الميليشيات ثانيا نزع سلاح الميليشيات ثانيا حفظ الأمن أو حفظ الأمن بين مختلف الفرقاء إلى حين تكوين الجيش والشرطة واستلامهما لمهام الأمن في الدولة ثالثا إيجاد المساعدة في إعادة تنظيم مؤسسات الدولة هذا ليس عسكري لكن هذا أمر آخر غير التدخل العسكري ينبغي المجتمع الدولي أن يكون موجودا من أجل مساعدة الشعب الليبي أو الدولة الليبية في بناء المؤسسات الإدارية والمالية والخدمية وكافة المؤسسات ذات العلاقة بعمل الدولة من أجل أن تستعيد نظامها ونسقها وتنطلق بكيفية راتبة تحقق للدولة ضمان أداء مهامها بعدين المسألة الأخرى قضية ضمان حماية الحدود وضمان إيقاف تدفق الفئات المختلفة التي تاتي من كل حد وصوب من جهات العالم للدخول إلى ليبيا والانطلاق منها إلى أماكن أخرى ستأتي هنا لتتدرب لتتلقى تدريبا أو لتغنم سلاحا أو لتمارس أيضا من يحاربون في بنغازي أمس كانوا أجانب فيهم العديد فيهم توانسا فيهم مصريين فيهم سودانيين فيهم صوماليين فيهم أفارقة فيهم فئات كثيرة تحارب من أجل إرساء الدولة الإسلامية أمس قيل لي أنا لم أسمع أي خبر لكن قيل لي أن وسام بن حميد أعلم أن الدولة ستقوم وأنها سيتم فصل الجامعات وحيتم الفصل الرجال على النساء يعني الكلام اللي سمعناه من كم سنة في أفغانستان وأنصار الشريعة أيضا يريدون إقامة دولة بهذه الكافية يعني سيعودون إلى قرون ماضي إلى تخلف الناس تجاوزاتا شكرا جزيلا لك سيد علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق الذي كان معنا من العاصمة المصرية القاهرة